أنا عربي أنا اسم بلا لقبي صبور في بلاد كل ما فيه يعيش بفورة الغضب كلمات هذه القصيدة استفزت وزير حرب الاحتلال الاسرائيلي أفكدور لبرمن عند سماع أبياتها عبر أثير إذاعة جيش الاحتلال جاليت ساهال يلقيها أحد المذيعين خلال بث برنامج عن الأشعار المهمة بعنوان النص الاسرائيلي المؤثر إثر ذلك استدعى لبرمن مدير الإذاعة الصحفي يارون داكال على خلفية أن الحديث يدور عن موضوع خطر إذ أن الأشعار التي كتبها دارويش ضد الصهيونية هي بمثابة الشرارة للعمليات الإرهابية ضد دولة إسرائيل على حد تعبيره متسائلا كيف يحظى لفقرة في إذاعة عسكرية كواحد من الأشعار الأساسية للمجتمع الإسرائيلي وأضاف هذا أمر يجب عدم السقوط عليه ولا يمكن التغاضي عنه بدورها وجهت عضو الكنيسة ماري ريغاف انتقادا لاذعا للبرنامج قائلة أن الإذاعة قد انطلقت إلى الهوية ويجب عليها أن لا تسمح لنفسها بأن تشجع التيار المعادل الإسرائيليين فمحمود دارويش ليس إسرائيليا وأشعاره ليست إسرائيلية وهي تتناقض وقيم المجتمع الإسرائيلي ترجمة نانسي قنقر